اهتمامك سمو الأمير بالبيئة اهتمام استثنائي وكبير جدا للغاية و ألفة نظار الناس سواء داخل المملكة أو خارج المملكة بل حتى هناك تساؤل أنه لماذا يفوت سمو الأمير مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة لا أنا لا أعتقد أن نفوت مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة لأن الجزر البحر الأحمر جمالها هي بيئة يعني السايح لما يجي يروح الجزر البحر الأحمد سواء سعودي أو غير سعودي يريد نستمتع بالبيئة يريد شاطئ نظيف يريد شعب مرجانية حية يريد مياه نظيفة يريد ثروة سبكية جيدة إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرصك في السياحة السياحة قائمة عليش خدمات فعليات ومواقع تاريخية أو أثرية والبيئة فأنت بتدمر بل الرئيسي في السياحة هذا جانب الجانب الآخر يمكن جيلي يعرف لما كنا صغار في السن أو الجيل اللي قبلنا كانت مثلا حجم العواصفة الرملية أقل بكثير قد تكون أقل بـ 70-80% من اللي يعاني منها اليوم هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار اللي نستنشقها في فترات أو أيام كثيرة من أيام السنة بتأثر عن الوضع الصحي وتتكلف القطاع الصحي تكاليف كبير جدا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها بشكل السابق كنا نعيد sheerاقة ما ب demonstrate diye